بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام بيم غُنِبَتِ الرُّوم في أذنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لِلَّهِ الْأَمْرُ مِنْ قَبْلُ وَمِنْ بَعْدِ وَيَوْمَئِذِ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ بِنَصْرِ اللَّهِ يَنْصُرُ مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ وَعْدَ اللَّهِ لَا يُخْلِفُ اللَّهُ وَعْدَهُ وَلَكِنَّ أَكْثَوَ الْنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا فِي أَنفُسِهِمْ ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما لا إلا بالحق وآجل مُسَمَّى وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ لَكَافِرُونَ أَوَلَمْ يَأْسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كانوا أشد منهم قوة وأثار الأرض وعمروها أكثر مما عمروها وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيْنَاتِ فَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَغْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَغْلِمُونَ ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون الله يبدأ الخلق ثم يعيده ثم إليه ترجعون وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُبْلِسُ الْمُجِرِمُونَ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُبْلِسُ الْمُجِرِمُونَ وَلَمْ يَكُلْ لَهُمْ مِنْ شُرَكَائِهِمْ شُفَعَاءُ وَكَانُوا بِشُرَكَائِهِمْ كَافِرِينَ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَ إِذِي يَتَفَرَّقُونَ فَأَمَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَهُمْ فِي رَوْضَةِ يُحْبَرُونَ وَأَمَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّمُوا بِآيَاتِنَا وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ فَأُولَئِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ فَسُبَحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ وله الحمد في السماوات والأرض وعشياً وحين تُوهِرُونَ يُخْرِجُ الْحَيَ مِنَ الْمَيْتِ وَيُخْرِجُ الْمَيْتَ مِنَ الْحَيِ وَيُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَكَذَلِكَ تُخْرَجُونَ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ إِذَا أَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُونَ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف أنسنتكم وعلوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتضاءكم من فضله إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون ومن آياته يريكم البرق غرفاً وطمعاً وينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآيات لقوم يعطلون ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون وله من في السماوات والأرض كل له قالتون وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهوى عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم ضرب لكم مثلاً من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء هل لكم فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون بل اكتبى الذين ظلوا أهواءهم بغير علم فمن يهدي من أضل الله وما لهم من ناصرين فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبدين لخلق الله لا تبدين لخلق الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون وإذا مس الناس ضر دعوا ربهم منيبين إليه ثم إذا أذاقهم منه رحمة إذا فريق منهم بربهم يشركون ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون أم أنزلنا عليهم سلقانا فهو يتكله بما كانوا به يشركون وإذا أذقنا الناس رحمة فرحوا بها وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقلطون أولم يروا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لا آيات لقوم يؤمنون فآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ذلك خير للذين يريدون وجه الله وأولئك هم المفلحون وما آتيتم من عبر ليربوا في أموال الناس فلا يربوا عند الله وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء سبحانه وتعالى عما نشركون سبحانه وتعالى عما نشركون وأرى الفساد في بل والبحر بما كسبت أيد الناس ليذيقهم بأض الذي يعملوا لعلهم يرجعون قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل كان أكثرهم مشركين فأتم وجهك للدين القيم من قبل أن يأتي يوم اللامر ما رد له من الله يوم إن يصدعون من كفر فعليه كفره ومن عمل صالحا فلأنفسهم ينهدون لأجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات من فضله إنه لا يحب الكافرين ومن آياته أن يرسل الياح مبشرات ويذيقكم من رحمته وليتجري الفلك بأهمله ولتغتروا من فضله ولتغتروا من فضله ولعلكم تشكرون ولقد أرسلنا من قبل كرسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فانتقلنا من الذين أجرموا وكان حقا علينا نصر المؤمنين الله الذي يرسل الياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كنف يشاء ويجعل ويجعله كسفا فترا الوجق يخرج من خلاله فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستغشرون وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله لمبلسين فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيل أو ضبع بعد موتها إما ذلك لمحر الموتى وهو على كل شيء قدير وإن أرسلنا لي حنفر أنه مصفرا لغلوا من بعده يخرون فإنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاءها والله مدبرين وما أنت بهادي الأمي عن ضلالتين إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير ويوم تقوم الساعة يقسم المدرمون ما لبسوا غير ساة كذلك كانوا يؤفكون وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبستم في كتاب الله إلى يوم البعث فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون يومئذ لا ينفع الذين ظلموا معذرتهم ولا هم يستعتون ونقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل ولئن جئتهم بآيات ليقولن أن الذين كفروا إن أنتم جلا مبطلون كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون أصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون مبطلون مبطلون اشتركوا في القناة